موسيقى صباح الخير جلسة تشريع الضرورة ماذا شرعت شرعت مقرارات سادر أو بعض القوانين التي صدرت عن مقرارات سادر أجواء الجلسة التشريعية بالإضافة إلى السجال الذي كان العنوان الأول في اليومين الماضيين حول تصريح مفبرك ومزور لرئيسة وزراء ألمانيا أنجلا ميركل وحقيقة هذا الموضوع الذي أيضا نشرته اليوم صحيفة النهار في تواصل مباشر مع مجلة ديرش بيغل ألمانية اليوم ضيفي في حوار اليوم أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم بيرم الكاتف في صحيفة النهار أهلا فيك بدي بلش طبعا قبل ما نحكي بالمواقف السياسية المستجدة خصوصا للنائب وليد جملات النائب السابق رئيس الحزب تقدم الاشتراكة بدي نحكي طبعا بجلسات البارحة بدي نبلش شوي بما نشرته اليوم النهار واللي هو أصلا صارنا يومين عم نحكي فيه موضوع حقيقة ما قاله أن أبي سينجابر التسجيل الصوتي اللي طلع واتهام وزير الطاقة سيزار أبي خليل بأنه رفض عرض ألماني للكهرباء تفضل اليوم هذه الصحيفة صحيفة النهار تواصلت مع ديرش بيغل وديرش بيغل أكدت أنها لم تكتب ولا أي مقال ولم تعبر عن أي غضب لرئيسة وزراء ألمانيا للأسف في مطرح الإعلام حقيقة وسائل الإعلام خلصا هي وسائل التواصل الاجتماعي فبركي يعني في جو من الفبركي جو من التضخيم جو من التزييف حتى بمطارح معينة أنا يعني مش بس بهذا الموضوع نلاحظ بكثير من المواضيع منذ أن تسلمت مش دفاعا عننا نحن كإعلام مكتوب كلاسيكي إذا صعد تعبير لكن منذ أن تسلمت دفت الأمور هذه وسائل التواصل الاجتماعي يوميا العالم مضطرت صحي وتصوب وبالتالي تعيد الأمور إلى نصابة طبيعي في قضية فعلا عاش البلد عليها فترة طويلة أكتر من أسبوع أو أكتر من عشرة أيام عنوان العريض أنه عرض على لبنان عرض على عاقل وآبها عرض على لبنان يعني من قبل رئيسة وزراء ألمانيا بزيارتها في لبنان مشروع كهرباء 1400 وات يعني بتعرف تضخموها على غرار معاملة مصر ولبنان رفض مش المهم أنه عرض أو ما عرضش لبنان رفض عاني صارت وتحديداً وزير الطاقة سيزار أبو خليل بيّن لاحقاً أنه لا الجريدة ديرشبيج الألمانية حكيت لأنه هن طلعوا من مسألة أنه ميركل غاضبي من لبنان لأنه حملت لعرض وجيبت معه رؤس الشركات يعني الكبيري وإلى آخر تعرف فبركة أسطة طويلة عريضة سيناريو يعني فيلم أمريكي طويل ومن ثم لبنان رفض طلع بني لا فيه بس من فبركة هذا السناديو لأنه مش مواقع التواصل تأخذ حيالة خبرية وبتصير تدولة ربما تضخمها صح بس مشكلة الخبر اللي سر كان النأب ياسين جابر ما بعرف بالضبط شو دوره بالموضوع على السيد ياسين جابر حقيقة هو يقول خبر يعني هو يلفأ خبر ولا واصله خبر ربما ربما وقع ضحية ومن ثم ضحية التسريب بهدف شو بهدف تصويب الأمور أو على الأقل أو بهدف شي تاني يعادة استعار الصراع إذا صح التعبير بين الطرفين حركة أمل والتيار الوطني الحور أم لا أنا اللي بعرفه عن الرجل أنه عاقل عن نائب ياسين جابر حقيقة ورجل موزون ورجل مش يعني مش بتاع مشاكل مثل بيقول أو بتاع إشكالات وفبركات هو يعني حقيقة هو بدي يوضح مش نحنا لكن اللي بنعرف عن الرجل أنه موزون على الأقل وبالتالي أنه ما عنده يعني ما ما في سابق أنه هو عامل مشاكل مع قوى سياسية تاني هلأ بيصار في النظر خلينا نوضح هالموضوع يعني نجلي هالخبرية نحن بلبنان حقيقة مثل ببلشت الكلام عايشين على فبركات والله عايشين على فبركات يعني هلأ بعد شو من وصل على الطائرة الرئاسية كمان شو بدك يعني كله من هالنوع يعني كله من هالقبل وأنه خلينا نوضح على الأمور يعني قضية بتهم الناس مثل قضية الكهرباء تتزيف بهاي الطريقة وتنحط بهاي ودولة جدية يعني جدية مثل ألمانيا يعني تزج بالموضوع ودوق شركة أساسية مثل شركة سيمانز ولبنان بتعرفي محروق على قصة الكهرباء يعني هذا أسلال مشاعر صحيح وحاجته من الكهرباء من أجل الاشتباتات السياسية صحيح رأفة بالناس يعني أنتوا مش عالت تدمون لشيء كمسؤولين كنخب سياسية لهالناس تركوها تعيش شوية تطمئنان هلا هذا لعم يحكي كان الدكتور طيفكن كريم إيجابية أعطونا شوية إيجابية لهالبلد أنه طيب كهرباء ما فيه وعايشين ضايعين الناس يعني ساعة مشروع من هون ساعة قصة من هون فحرام يعني أنا أعتقد أنه الرجل وقع ضحي بس خليني أسأل معلي نستطرد بهذا الموضوع حيات من منهم أن يقول أنها حسابات داخل حركة أمل لأنه مستحيل أنه ما له دخلي لأيك خلينا نكون أنا موضوع لأنه مثل ما حضرتك قالت أنه الكل بيعرف عنه لأنه لا يمكن أن يفبرق أمر كهذا فوالتالي من الذي أوقعه اللي بعرفه أنا على الأقل أنه حسابة حركة أمل لزاج حركة أمل في التيار وليزاج النائب يزاج جابر في مأزق داخل حركة أمل لكن أنا أعرف يعني من فترة طويلة من ست سبعة أشهر فيه نوع من الموساكن أو نوع من الهدوء خلينا نجي نقول أنه بان التيار وبان الحركة بعد يعني سجال سياسي وخلاف سياسي استمر سنين فبالتالي لا أعتقد حسب معلومتي أنه حركة أمل فيه وارد فتح المشكلة مجددا مع التيار الوطني الحر ولا أعتقد بقول أنا وجهة نظري أنه النائب ياسين جيبر أنه هو يعني مؤهل للعب هذا الدور مثلا ف يعني هو دائما ليس رأس حرب فيه الاشتباك بين حركة أمل وأنه النائب علي حسن خليل هو رأس الحرب إذا بدك عندما يحين موعد الاشتباك مع التيار مبنى نتهم يعني أيها بس أنه موقف سات بس اللي بعرف عن اللي بعرف عن الأكيد عن نائب ياسين جيبر أنا لست في موقع الدفاع يعني بقدر ما هو موقع التوضيح يعني عم نربط الأمور ببعض البعض أنه هذا الرجل اللي بنعرفه نائب من حوالي يعني ثلاث دورات أو أربع دورات على ما أعتقد ما ولا يوم أدى هذا الدور الأصفة بدا توضيح يعني من قبل نائب ياسين جيبر بذلك لأنه هو شخص مسؤول وذا ثقة يعني فبالتالي ومن يعني الأمور ككل تتوضح يعني مش هو الوصة أنه والله لبنان عرضت عليه عرضت عليه وأبا كمان قصة كبيرة يعني في قوة تاني معنية بهذا الموضوع ما حكيت فجأة فبركوا الموضوع وانزج وهون يعني مسؤولية أنا مش ضد السايتات مش ضد وسائل التواصل الاجتماعي كوني يعني صحفي كلاسيكي يعني لكن على الأقل صحف العادي يعني اللي تعلمنا نحن بالجامعة المبارقة الإلكترونية الإخبارية كلها مع بعض يعني اللي أنا حقيقة حتى الآن مش قابضة يعني ممكن عندي شاتي مجروحة كوني لكن على الأقل نحن كصحافة يعني كلاسيكية كانت دائما أنا كان أعلمنا أو أستاذنا الكبير أستاذ فرنسو عقل كان إذا إجا توضيح على خبر نحن نشرناه يأنبنا عليه ساعة ما يقبل يعني كانت النهار مثلا مشهورة بمزاقية هاك كان لأنه فيه مسؤولية هو كان يقلنا أنه فيه مسؤولية عن ناس تجاه الناس تجاه الجريدة أنه الجريدة بس ثلاث مرات تعمل خبر خطأ بس هو للحقيقة متهمة بالتزوير والتزيف نعم بس لحتى نوضح أنه هو تم نقل ما صدر عن نائب لبناني هلأ بغض النظر عن حيثيات هذا يعني التسريب الصوتي أنه المشكلة صارت أنه لأنه في نائب لبناني تم تسريب عنه هذا الموضوع يعني ما عم برق بالمسألة بقدر ما عم بحكي أنه طيب ليش الأمور بتاخد هالمنحة طيب قضية من هالنوع عم تحكي على مستوى يعني دولة قضية منها تتوضح من الأساس هذا اللي صار أنه ضاعت الوصر نحن ضعنا كصحفيين وكأعلميين الرأي العام ضاع سياسيين نفسهم ضاعوا بالتالي حتى إيجت اليوم النهار جريدتنا أنه وضحت ونقلت عن الدارش بيجل ما عاش خبر ردت نعم لو وصلت النهار مع الدارش بيجل وردت صحيفة الألمانية مخزي لكلام اللي صار بلبنان أنه ما في شيء أساس يعني لا أنه بصير الوحد يستشهد بمقال بصحيفة وهو مقال غير موجود وعادة عنها كل حيثيات الخبر مش موجودة يعني لا ماركل إجت على لبنان جيبت معها مسؤولين سيمانز جيبت وفد اقتصاد ولا في عرض من سيمانز يعني ما في شيء إطلاقا منه مش إنه والله تحكي عن عنصر واحد مفؤول أو عنصر واحد بالخبر مزيف أو مظلم في شيء من الأساس خلينا نتقل من هذا الموضوع لموضوع هذا الاشتباك السياسي الحاصل يعني منهم من يطلق عليه تسميات أنه إحباط العهد منهم من يقول أنه انقسم سياسي بين يعني القوى السياسية اللبنانية وهو اشتباك طبعا امتداد لموضوع الحكومة وتوازن القوى وهلا نحكي فيه الوحدة ورواحدة بس خلينا نوصل شوي لموضوع الطائرة الرئاسية اللي حتى نحكيون هيك وراء بعد الطائرة الرئاسية أيضا أنه صار فيه مشكلة وخضت البلد ولكن حقيقة الأمر بعد ما حدا طلع طلع بيان عن الأصل الجمهوري قال أنه ما عملنا شيء غير اعتيادة صحيح صحيح أنا أصدق هذا البيت نعم وبعدين رحنا شفنا بالمطار هلأ عم بصير فيه تحقيق لخرق أمن شو حقيقة اللي صار خصوصا وأنه حتى رئيس مجلس إدارة طيران شرق الأوسط أستاذ محمد الحوود بعد ما في منه تصريح واضح إذا بدك يحدد المسؤوليات فيها لذلك القضاء تدخلوا بهذا الموضوع أستاذ بيتر جيرمينوس الرئيس كان بمحله أنه طيب بهيك حالة وعند ترجع إلى سلطة قضائية تحسم الموضوع تجلي يعني تجلي الغموط الذي يكتنى في هذه القضية خلينا ننتظر حكم القضاء بصرف نظر عن يعني دور محمد الحوت أو يعني حكي أو ما حكي لأ أنه طيب تدخل القضاء وفيه بيان لا مثل ما قلت لها الأسر الرئاسي اللي تلال زمينة سيزراء في إشلالة وأنا أصدق يعني البيانات فبالتالي خلينا ننتظر وين حكى بالنهاية ما هو القصة يعني بتضيع تقيد بالإخل ضد من شرطة خلينا إذا بنعمل منطق فيه قضية مثل ما تفضلتي قلت فيه قضية وأثارة الرأي العام فيه قضية وجهت الأنظار باتجاه القصر الجمهوري اللي مش معتاد على هايك نوع فبالتالي وفيه حدا سرب وفيه حدا مسؤول يعني مجيب أن تحدد المسؤولية صحيح هذا خلينا يعني أنه من وضع هؤلاء الركاب اللي كانوا رايحين إلى القاهرة بالعرب اللي مشابه بوز المدفع حتى هن يكونوا بمواجهة الرئيس الجمهوري يعني ضحية هذا الاشتباك السياسي لأنه بعدين تبين أنه هي طائرة واحدة التي سافرت إلى نيويورك ومش أربع طائرات وأنه غالبا ما كان القصر الجمهوري وحتى محمد الحوت قال هذا الموضوع يطلب طائرة طائرة أحتياط وهذا كان حقه فكانت على طائرة الأحتياط في ركاب يعني اليوم يعني الناس كلها ناطرين فعلا أنه يصير في محاسبة بهذا الموضوع صحيح وهذا الحل الأنسق بس هل نحن نشوف محاسبة ومشي العادة باللبنان دائما هاي البلد هاي المناكفات المكيدي السياسي هذا تعودنا عليه خصوصا بالقاون الأخير ما عد في عنا شيء له طعم نحن كصعفين أحيانا وبنشتغلنا شيء موضوع منضيع بهات ترهات لكن البلد حسنا فعل الرئيس بري وإجادة على الجلسة تشريع الضرورة تحت أي عنوان وحسنا فعل تيار المستقبل وكف عن معارضته لجلسة التشريع هلأ منشوف لا في سادر في مقررات مؤتمر سادر بالأول تعرف في عام القصة أنه هاي نايل من الصلاحيات وإلى آخر مية بالمية هلأ جايين على هذا نقاش ونقاش طويل أنه ما كانوا شاركوا لو ما في مقررات مؤتمر سادر ومبارح كان قال الرئيسة الحريرة بصراحة أنه لو ما جيت يعني أنها كنت انسحبت هذا ما أخذ بالاعتبار إذا بدك حيثيات مؤتمر سادر والمصادر التمويل يلي جاي من وراء إذا كانت هي من أولويات لبنان ولا مش من أولويات هلأ نحكي لا بهذا نحن نقول أنه حسنا فعله لأنه عمله شيء الرئيس الحص الله يعرفه شيء في الزمان دائما لقاء أسبوع معه كان يقول وقت اللي كان هو والرئيس ساركيس الله يرحمه أنه يضطروا أحيانا يعني يعملوا حدث ما بس لحتى يستعب لأنه مش قادرين يعملوا حدث كبير يعني بتعرفي كان وقتها في شيء اسمه استاتيكو فيعملوا شيء يتفاعل وهذا اللي صار يعني عمل الرئيس بري هاي القصة أنا أعتقد نعم أنه الهدف منها امتصاص يعني هاي الاحتقان بالبلد هاي واحد اثنين يعني القول بينه الطبق السياسي مش عاجزي مش مكتوفي مثل ما نحن كأعلميين عم نتهمها أنه لا مش قادر تشكل حكومة مش قادر تعمل جلسة لمجلس النواب تشريع ضرورة على الأقل حكيت الناس على الأقل شفتي قدام مجلس النواب كان فيه ثمانة تظاهرات متتاليين الأسيزة الثانية إلى آخرين حكيت يعني لقيت مطرح الناس تتشكلها أنه طيب بالحالات الطبعية لا في حكومة تتشكلها ولا في شيء تنزلي فالمهم نزلت الناس عم نتحراك سياسي شو النتيجة مسألة فينا نقدر نعطي فيها هلأ نحكي فيها شو الأثر والأثر الدستوري والآنوني فيما بعد على مصال كمان نبي نحكي فيها لكن على الأقل رئيس بيري خلال يومين أو خلال يعني يومين قبل ويومين بعد ويومين ست أيام شغل البلد بحراك سياسي معين استوعب فيه هال يعني هالشعور باليأس والإحباط عند الطبقة السياسية من جهة وعند الناس من جهتين هذا هو أنا برأيي بصرف النظر عن طبيعة النقاح اللي صار بجلس الميز بس خلينا شوين ضل بموضوع المطار كيف فينا نصنف هذا اللي صار بالمطار هل هو اشتباك سياسي من نوع جديد عم نشهده بلبنان لأنه كمان بتعرف أنه بالمطار في قوة سياسية هي إلى نفوذ إذا بدك على المواقع بالمطار اليوم هل هو متى كل شيء بالبلد ما هو كله ضايع مين اللي أرى أنه يستح النار يعني هل هذا شيء مقصود بوجه رئيس الجمهورية ولا هو خطأ تقني مثل اللي شفناه من قبل طبعا من حط هنا خمسة سرطة بس أنا كثير حقيقة سررت به الخبر اللي قال أنه بيتر جيرمان سألو أغضي نزيه يعني نزل وعم بحق بس اللي بتمنى مثل اكتار الناس أنه يعمل كف التحقيق باتجاه توضيح الحقائق يعني مين مسؤول فعلا نريد أن نعرف مين يعني جلاء ملابسات الحادث كما يقال بلغتنا الصحفية دائما في حادث في مشكلة في ناس ضايعة في ناس يعني متهمة في ناس بريئة بالوقت نفسه في حدا فبرك قص طب هل يمكن أن يكون هذا الحادث هو استمرار للحوادث اللي شفناها بالمطار صحيح وأنه الأخطاء التقنية ولهي في حديث أنه هي معتمة يعني متعمدة عفوا بالمطار من أجل تحويل لأله اعتمادات كبيرة يمكن كل القوس ياسية لأنه مش أنا يعني كل القوس ياسية منسمعها منقول بيقولوا أنه المشكلة بالمطار متعمدة المشكلة بالمطار مثل ما قلت فيه صراع نفوذ يعني فيه يعني لو افترضنا رئيزي هذا من المطار أنا احترامي للناس ما بعرفها يعني بس على الأقل فيه في رئيزية في الميدل إست فيه كذا جهاز فيه كذا إدارة تدير هذا المطار الداخلية مش الداخلية إلى غيره فبالتالي يعني فيه صراع فيه صراع بين هذه القوة نفسها لهذه نعرفوا نحن للإمساك بقرار المطار ضايعها هو مثل أي شيء في البلد ضايع يعني كل واحد عنده صلاحيات وكل واحد مستنجر بمرجعية سياسية ومتكئ عليها وبالتالي هذا جزء يعني هاي صورة مصغرة أو نموذج مصغرة عما يحدث في كل وزارات البلد وفي كل إدارات البلد لأنه أساسا فيه يعني في ضياع فيه خلاف فيه ضعف للدولة الدولة قوية بمطارح بس بشكل عام يعني مسألة القرارات ضعيفة حقيقة يعني ومين قوية بالأمن تاخذ بالقضاء يعني ما حدا بضعشي بمعنى بس خوض اخذيها إذا فيك بشغلات كتيرة أعرفت كيف هذا بس بالنهاية صورة الدولة نفسها يعني مش كنا عم نحكي بي جالسيتها شيعة ضرورة وعم تقول حذرتك أنه هذه كان مشهد جيد للمواطنين لحتى يقولوا أنه هذه الطبقة السياسية عم تتحرك بشكل من الأشيال نعم نقول يعني في حدا ديرين عليا كانت الناس على هالطبقة السياسية طيب يا عمي هالحكومة مش قدرين نشكلها الناس حقها الطالب حقها تنقض صح التعبير حقها تبكي بمطرحة من المطارق نعم في قراءة نأدية لهذه جلسات تشريع الضرورة بتقول أنه ما كانت انعقدت لو ما فيه بدون يقر القانون معالج النفاية الصلبة الصلبة ما كانت انعقدت وأنه هذا يعني عليه قصة أو عليه صفاة أو عليه طبع يعني مع ما يطرح حول أنه هذا القانون هو خلفه موضوع المحارق اللي هي إلى أخير هو موضوع إشكالي في البلد ما كانت انعقدت لو ما فيه مقررات مؤتمر سادر يلي بدنا نترجمها بقوانين بمجلس النقويب ويلي طبعا هي كمان في وجهة نظر كبيرة في البلد بتقول أنه مشكلة أولوية للبنان صحيح وأنه الرئيس سعد الحريري بحاجة لألا ليعوم نفسه مجددا اقتصاديا في البلد وأنه مشكلة وفيها كتير هدر للبنان في وجهة نظر هيك بتقول وما كانت انعاد وبالتالي جلسات تشريع ضرورة لم تكن إلا لتشريع قوانين إشكالية في البلد صحيح يعني لن نكفي استكمل أنه مثلا قانون أو موضوع مثل موضوع الأدوية أو الاحتمالات اعتمادات المالية للأمراض يعني المزمنة أدوية الأمراض المزمنة مثلا ما ما مشي حاله فيه موضوع تاني العلاب لين سحب طيار المستقبل من الجلسة طيار المستقبل هو الذي سحب بعض إقرار قوانين سادر بس عندما تطلق لذلك هو الآن متهم بأنه إجل هون مثل ما عم تقولي هو اعترف هو أقل أنا بدي هاي أنا بيت القصيد عندي هون عروس الشعر عنده وكان وعندما حصل عليه لم يشارك في الجلسة كفة يعني طلق صحي هذا الكلام اللي عمين حكي بيشيري على اليوم المصبوط يعني فيه جزء منه كبير يعني طريقة التعامل بخلال الجلسة كلام من الرئيس الحريري بيشهد على هذا الأمر أنه القوات عم بيقولوا أنه هم بحاجة لإعتمادات لوزارة الصحة أو الوزير حسباني بير حليفه طيار المستقبل حليفه هو الذي نسحب من الجلسة عندما وصل جدول الأعمال إلى هذا البند علما في ناس بيقولوا مش موجود أسيسا مش موجود صحيح لا مزبوط من الأول هم طرحوا أنه طرحوا صح مش موجود من الأول ليش ما أعدتوا أنتم كمهتمين سواء القوات أو غيرها بهذا الموضوع أعملوا مشروع وقدموا للرئيس هلأ إذا الرئيس بتشميل شيء يعني مسألة تانية لكم حق تحكوا بس أنتم هم تحكوا عن شيء هلأ بيصار في النظر على الموضوع اللي صار إيه يعني مدار تساؤلات أنه يا رئيس حرير يا رئيس مكلف أنت جيت لحتى تمشي هاي وتفل هيك الظاهر أنت الآن حاصر بهذه التهمة أو بهذه الشبهة إذا صح التعبير طيب باية المواضيع هؤلاء الناس اللي جمعوا على مدخل مجلس النواب على سيحة المعرض تونيس شارع المعرض ما عندهم مطالب محقة ما حدا ما حدا تطلع فيهم يعني ست سبع قطعات مثل ما قلنا سبعة منتظاهرات نعم وقضايا إلى آخر بس بصرف النظر على هذا الموضوع هذا هذا أول إداء لمجلس النواب جديد مع حكومة مكلفة تصريف أعمال ورئيس مكلف ما توفىه كثير فيها عموما يعني مثل ما تقول لك ربما كان السبب هو رغبة الرئيس بره بتنفيذ الاحتقان السياسي بالبلد وظهر أنه هو عنده قدرة على أنه يحرك يعني بهذه اللحظة لحظة الفراغ بدك تملي بالكلام المناسب مثلنا بقول الفراغ املأ الفراغ بالكلام المناسب هذا اللي صح مش أكتر من هيك بالنهاية مؤتمر سيدر نفسه يعني فيه كلامك من أول من عقد وقبل أن ينعقد فيه تباين في البلد تباين بالأراء بين الاقتصاديين حول الناس بقولوا أساسا كله على بعضه يعني جزء منه له علاقة بالاستداني تراكم الاستداني وبالتالي يعني نحن سنقع تحت عبق خدمة دين جديدة إضافية وبالتالي أنه اللي نعطوا يعني أول شيء مش كيفين يعني أساسا الكلام اللي بيسمعه أنا من الاقتصاديين اتنين أنه يا عمي هاي يعني هاي القروض بالأساس بدها حكومة وحكومة إلى حد ما متجنسة وحكومة إلى حد ما فيها وعود بأنها ستكون منتجة ومجدية بمعنى لاحقا الوضع الاقتصادي صعب يمكن حط الناس يعني حطت الناس قدام أنه يا بتوفقوا يا نحن رايحين على الانهيار تعرف مع مؤتمر سبق مؤتمر سيدر نفسه كلام كبير عن مسألة الانهيار والليرة وإلى آخره واضطر حاكم مصرفنا مرارا وتكرارا كل يوم يتدخل يعني بمعنى يقول يطمئن الناس أنه لا البلد مش هيك في مثل المطار في حالة شوربة وحالة ضياع بمسألة ما يتعلق بالاقتصاد ووضع الميلي والنقضي عموما بموضوع جلسات الضرورة في كمان موضوع لافت جدا وهو موقف حزب الله يلي كان دعم في موقف غيار المستقبل والرئيسات الحالية بموافقته على قوانين واعتمادات سادر بدأت توصى فاصل من بعض الفاصل اللي علينا رح نحكي بهذا الموضوع طبعا رح نحكي موضوع الحكومة وتشكيلها والعقبة تماما أعود إلى لكم مشاهدينا وإلى ضيف أستاذ إبراهيم بيرام درجاء رحب فيك كنا قبل ما نفوت بالفاصل عين عم نحكي عن جلسة الشريعة الضرورة وموقف الرئيس سعد الحريري اللي كان هو شرطه للمشاركة في الجلسة هي إقرار اعتمادات سادر موقف حزب الله هو اللافت موقف حزب الله خليني بس ذكر عند انعقاد مؤتمر سادر كان في حديث بالبلد عن أن هذا المؤتمر سيعوم من رئيس سعد الحريري وهو يطوق لبنان يعني دوليا هو لبنان هو متوق اقتصاديا والهدف هو أغراق لبنان بهذه الاعتمادات ليتم التحكم بقراره السياسي وتحديدا بموضوع حزب الله أيضا خصوصا أنه صار فيه كمان سجال حول تضمن الورقة الـ 1550 أو عدم تضمنها الـ 1550 تتذكر الـ 1550 كل هذا السجال الذي رافق مؤتمر سادر جينا على لبنان قلنا أنه حتى لو هذا الموضوع هيك إنما الرئيس سعد الحريري لا يمكن له أن يصرف أي اعتماد إلا بالرجوع إلى مجلس النواب هناك عنوان التشريع وهناك في شرط أنه يستحصل على موافقة من القوى السياسية وحزب الله سيناقش في هذا الموضوع ما هو المشروع الجيد للبنان وهو المشروع غير الجيد للبنان بارح حزب الله وافق تماما على هذا على كل ما يعني ترح وبنأب محمد راعد وهذا كان تأكيد أكثر على أن موقف حزب الله صارم في هذا الاتجاه وهو دعم الرئيس سعد الحريري في هذا الموضوع يعني لا أعتقد بالمطلق بحلل يعني أنه حزب الله يعني موافق على السياسي أو الإداءة الاقتصادية للرئيس الحريري يعني بالمبدأ لماذا لم يناقش البارحة بشيء خلينا نكفي أنه مسألة الاستديني مسألة فيها موقف يعني في ناس أنه خيم ضد الاستديني ومن الأساس يعني فيه فريق واسع من اللبنانيين أنه هذا النهج الذي سلك من أيام حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى اليوم ما أورث لبنان إلا 75 ما أعرف عداش صار 75 مليار دولار ديون وبالتالي يعني عجز عن سداد هذه الديون بالفترة الأخيرة فعلا كان مثل ما أنت تفضل اللي تقولي أن موقف حزب الله بالمجلس النية بالأخير بالجلسة الأخيرة مفاجئ أو على الأقل خارج السياق المألوف يعني عن وجهة نظر حزب الله تجاه موضوع مثل الموضوع الاستديني أو على الأقل الإداء الاقتصادي لحكومات الرئيس الحريري أنا أعتقد يعني وضع كمان تحليل أنه الحزب بهذه الفترة يحاول يعني تهدئة الأم أكثر مما هو يعني موقف مبدأي بمعنى أنه بيرح نفتح السجال بين نائب جميل السيد والحريري على خلفية مسألة الاستديني وكاد الأمر يتطور إلى أن تدخل الرئيس نبيه بري ومن ثم يعني كمان حزب الله تدخل باتجاه التهدئة أنا أعتقد أنه بس كان النائب جميل السيد يعبر حقيقة عن الخطاب الذي رافق مؤتمر سادر ويلي كان من حزب الله ما بيمنع يعني بيزلمي على موقف فعلا يعني بها المعنى ما أحد قال له لا أنه موقف أخلط أخلط بس كان أنه التهدئة بمعنى أنه لا يؤدي السجال إلى تعطيل يعني النقاش هل عدنا إلى مربع أنه من أجل تهدئة مع تيار المستقبل نقبل بالسياسية اقتصادية خاطئة مثلا لا في مرحلة في مرحلية بالموضوع حتى تيار الوطن الحر في علاقة يعني فيه غض نظر عن كثير من الأخطاء فيه عنوان عريض الآن عن كل القوى السياسية بما فيهم حزب الله هي مسألة عدم الانهيار الاقتصادي أكثر أو على الأقل يعني عدم وضع لبنان تحت فك أو فك ضغط معين اقتصادي نحن مسرزيز براهيم بس حالين قال لك أنه في الخبراء يعني قالوا بأنه كل هذه الموجة التي تقول أنه الاقتصاد مهدد وأنه سعر صرف الليرة سينهار تضخيم هو مضخم من أجل الوصول إلى إقرار مقرارات سادر كما هي والدليل أنه رئيس الجمهوري نفسه من حوالي الأسبوع طلع بيان قال أنه تحدث أيضا قصدي تحدث قال أنه الوضع الاقتصاد منع منهار واللي رالنت نهار وبالتالي اليوم كل هذه المخاوف التي تطلق على لسان سياسيين هي هدفها أنه إقرار مقرارات سادر بصرف النظر عن يعني هذا ابتزاز ابتزاز بأنه ربما صفة الكلمة التي استخدمها النائب جميل السيد يمكن بتعبل عن واقع الحال ما عم بقدمنا إلا هالعرض هذا ما فيه احتمال تاني يعني ما فيه عرض تاني ما فيه خيار تاني إلا أنه نستدين ربما عايزي القوى السياسية بالنهاية وصلها لتقبل بهذا الواقع الحال سواء حزب الله أو القوى التاني التيارة أو حركة أعمال أو كل القوى اللي بيقول عندها تحفظات بالأساس بيني وبيني يعني ما حدا عنده وجهة نظر تاني يعني ما حدا مقدم بديل عن السياسة الاقتصادية اللي عم انتهج الرئيس الحريري بلا على الأقل مش ورقة يعني مكتوبة بس فيه كلام رئيس الجمهورية اللي قال نحن هدفنا أنه ننتقل من اقتصاد رائع لأقتصاد انتاج والانتقال من الرائع لانتاج يتطلب طبعا مقررات وخطوات تختلف يعني هذا الأمر اللي عم تفضل في غامة الرئيس صحيح يعني وجهة نظرة سليم مش عم بعرضة بقدر ما أنه بتحتاج لوقت بتحتاج لقرارات بتحتاج لتشريعات صحيح تحتاج لمرحل جديدة صح هو عم بيقول الرئيس يعني بالضمن أنه يا خيه هالسياسة اللي تبعناها من 1992 يعني من أول حكومة للرئيس الحريري صح واللي بتعرف يعني كلنا بنحكي فيها ساعات رغم عدم اختصاصنا بدأت تتغير بدليل أنه يعني كان فيش بمطارح كثيرة معي يعني بدليل وصلنا لهاي العيز بالموازنة لهاي المديونية العالية نعم بس هذا الأمر يحتاج بتعرف هذا قصة طويل يعني هاي مشروع طويل عريض بده يعني يعني عادة نظر به طبيعة الاقتصاد اللبناني مع ذلك نحن يعني التهدئة اللي عم نحكي عنها الرغبة بالتهدئة عند كثير من القوى لأنه البلد معقت والمنطقة معقتة المنطقة أكثر تعقيدا خلينا نحكي أكثر من هيك يعني فيه قوة سياسية بالبلد أخذ التمانين النائب بحقها الطالب بالحكم بتعرف المحور ومع ذلك ترك القصة لأنه بتعرف يعني ثمن امساكة بالحكم هاي نحن نحن نحكيها على هذا الصحيح هذا واقع الحال ثمن امساكة بالحكم هو الاستقرار هو عدم الاستقرار يعني يعني فيه حالة خافة من الحصار نعم القصة عند يعني يعني بتعرف مش مسألي سهل فبالتالي فيه رغبة عند قوة كثيرة بالبلد وتحديداً تيروطن الحر وحزب الله اللي بعرف يعني أنا بيجون يعني أنه عمي خلينا نمر يعني خلينا نمر تشكيل الحكومة طيب الرئيس فخامة الرئيس حكي أكثر من المر أنه إذا بتتشكلش الحكومة خلال أول أيلول عندي كلام تاني ومع ذلك وكان قادر يقدم ومع ذلك فيه رغبة ضمنية عند هذه القوة ككل بعدم الاستغناء عن الرئيس الحريري كرئيس مكلف حتى الآن يعني لا هل يستطيع بحسب الدستور رئيس الجمهورية الاستغناء عن الرئيس المكلف بحسب الدستور رئيس المكلف يعطى مهلة غير محددة لتشكيل الحكومة ويبقى مكلف صحيح بس على الأقل هتين القوتين يعني حزب الله وتيار الوطن الحر ومن لفى يعني ومن يدور في فلكه ما ما اجتمعوا لحد الآن اللي بعرفوا وقرروا انه يبحثوا فعلا ببدائل معقولي وجستورية عن الرئيس المكلف لا بعدهم بمناخ اللي بعرفوا بمناخ التعاون او اثار التعاون مع الرئيس المكلف يعني الوصول الى حكومة مش عم بفكروا بحدا تاني هذا الامر اللي منعرفه على كد الشغلة تانية انه عمد انت مثل ما عمد قلت فضلت صحيح اذا كان عندك خيار تاني فواجده صعوبة في صعوبة بما كان يعني هذا الامر عائد الى طائف وتعقيدات الطائف وسوى بانه والله نجبر الرئيس المكلف على ما هو ايضا مسؤول يعني عندما طرحت مسألة انه عدم تشكيل الحكومة يؤذي العهد ويأكل ومن رصيد العهد صحيح تبين لاحقا انه بيؤذي كل الناس بما فيهم الرئيس المكلف اللي ايجا يعني ايجا بموقف ايجا ب يعني بأقلية بمجلس النواب كان مفترض يكون عنده يعني يعود عن هذا عن هذا التراجع بعديد النواب عنده كتلة من اربعين صار عنده كتلة من اقل من ثلاثين مفترض يعود بإسراع بتشكيل الحكومة وحسب معلوماتي انه يعني تقديرات حزب الله والتيارة الوطن الحر انه لو خلي بين الرئيس المكلف ونفسه لكان شكل الحكومة لكن هو مضغوط على امره هو حسب مضغوط من النائب وليد جنبلات ودكتور سمير شعر من المملكة العربية السعودية التي تقول له ماذا لا اخر تعليمي وصلت للرجل اخر تعليمي بدنا نحكي عن تصاريح ومواقف المستجدة للنائب وليد جنبلات هلا نحكي اخر تعليمي اذا صح التعبير او اخر رسالة او اخر بدكية وصلت من السعودية هي عنوان العريض الحفاظ على او الوقوف على خاطر قوتين اللي هنا الحزب التقدم الاشتراكي وحزب القوة لبنانية طيب هذا الامر ناضل منشي انه الرئيس الحرير بنه ليلين اذا صح التعبير وعمل العميل بتعرف اقدم اول صيغتين 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 مراعيا هذا الشرط او هدين الشرطين ثم تبين انه خي في استيحالي راح لي راجع المعنيين بالموضوع ما يجا الجواب يعني فيه معلومة تقول انه هو حاول او طلب موعد باثناء عيد اخر عيد الاضحى انه يكون يعني انه لقاء مع الجهات المعنية بالسعودية ما كان ياخد جواب ايجابي فبالتالي الان هو انه شو بدي يعمل مش عارف لا قادر يقدم ولا قادر يحجم هو ما عنده شي يعني الاجوبة انا برصد الاجوبة اللي بيجاوبة على الاسئلة انه شو عندك ما عنده شي يعني بالمعنى انا عم بحكي كاعلمة كمراقب كمحلل انه عم يوقت حتى فلسفة التبرير عنده مفقودي طبعا مثلا عم نقول انه هو مكبل بمطالب الاشتراكي الحزب التقدم الاشتراكي والحوات البنانية ملاحظ جدا مواقف طبعا النائب وليد جملات النائب السابق انه هي تتغير يعني اولا قال انه لا يمنع ان يذهب وزراءه الى سوريا بعدين رجع قال انه يعني نحكي عن تنسيق الامن اليوم تنسيق الامن ضرورة التنسيق الامن مع سوريا مشكلته مع العهد كرئيس جمهورية يعني في مواقف اذا بدك نلمس منا شوية هيك تراجع علي النائب وليد جملات ايه صحيح يعني لماذا يعني ليش شو هي المؤشرات هذا نائب وليد جملات الحالة السياسية القائمة على تذبذب تعرف تاريخ انا اليوم كاتب شغلي بالنهار تستعرض هذا الموضوع يعني كان لافتا اولا هذا الهجوم العالي تعرف على الهجوم باتجاه العهد مرحلة حول اسابيع ضد العهد ما خلى يعني الا ما استخدمه ضد العهد وضد التيار الوطني الحر لدرجة القطيعة وسبب ذلك احتقان في الجبل فجأة لا رجع للتراجع على الاقل يعني عملين عطافي ومن ثم فتح ابواب التنسيق مع تيار الوطني الحر وصار فيه لقاء مثل ما تعرف بعالي بين قيادات الطرفين وفيه كلام يجيبي للك التنفيذ الاحتقال للك التنفيذ الاحتقال ومن ثم الشارع هو الضحية يعني ومن ثم اتبع ذلك بمواقف سياسية بمواقف سياسية صارت للطرفة الى اليوم عنده اكتر من حديث لأكتر من جريدة بالنهار وبالجمهورية وبعرف اذا بالجرائد اخرى هؤلاء شفته فبالتالي بتنم كلها عن شغلة أساسية انه انا يعني في وارد التهدئ في وارد التهدئ طيب هذا التهدئ لون بتقود هل فعلا بتعرف احد العقدتين او احد العقد الثلاث الموجودة الحائلة دون ويلة الحكومة الان هي العقدة الدرزية بكمل الرجل باتجاه يقبل بمشاركة تيار الارسليني النائب طلال الارسليني بالتمثيل بالحكومة هذا السؤال او هذا جوهر السؤال هو من عادته يعلي ثم يوطي هذه السياسية منعرفها يعني عن النائب والجمبلات لكن بدأت تستكمل هذه التراوي او هذه المرونة او هذه الانعطافة بحل الرجل بتعرف يوصل بمرحلة انه لا يمكن انه يقبل انه انا جايب 28% من اصوات الدروز ما بقبل ابدا يشيركني فيها عادة بالوقت اللي كل الناس متجه نحو الثنائية هو متجه نحو الوحدينية والفردينية بمسألة يعني حصر القرار الدروزي حصر طائفة معينة بيده بننا نحن اذا كان صحيح الرجل يعني عازم على اتباع نهجي جديد بده يكفي باتجاه اولا انفتاح جديا على سوريا وخفف من حدة اتنين الانفتاح اكثر على الطرف التاني بالطايفة الدروزية والقبول بالتعددية ثلاثة اذا كان المقصود فعلا لانه يقال بانه هذا التصعيد بده ما قبل وشير النائب والي جنبلاط اللي هي ضمانات تفاهمات تفاهمات جديدة اعتراف جديد الرجل تعرف خرجه من الانتخابات وقد قسرها اربع نواب تقريبا من 13 لتسعة وهذا يعني ويريد ضمانات يعني بالضبط ما هي الضمانات التي يمكن ان تعطى يعني هذا السؤال من 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 حزب الله من طيار الوطن الحر حليفه وغريس بره تعفي يمكن يمكن هو عم بيقول عم بحكي كي يكني لا تفاهمي تعرف بهذا الاطار وكلمه شو وضع الحكومي يعني طالما في هذا التراجع من رئيس الحزب التقدم الاشتراك وديد جنبلاط وطالما انه نحن وصلنا لا اذا بدك وقت صرنا طويل يعني لتشكيل الحكومة وطالما صار فيه تشريع ضرورة وطالما الرئيس حريري لمس تجاوب القوى السياسية معه في جلسات تشريع ضرورة وقصوص مؤمن الرسال يعني كل هذه العوامل اليوم ما بعرف هل ستدفع بإتيجار تشكيل الحكومة كل هذه العوامل مجتمعة وإيجابية وكتير ممتازة لكن هذه الأسبوع على الأقل ما في حكومة خلينا نحكي بالأسبوع المقبل يعني انه غدا لنظره إلى قريب فبالتالي مفترض انه يرجع الرئيس رئيس الجمهورية من يويورك اللي عم ينقال بالوسط السياسي انه مفترض يكون عنده شيء علمه منه الكلام اللي بيجي من الأصل الجمهوري بيقول انه القصة مش عنده صح القصة انه عند الرئيس المكلف اللي يعني قدم صيغة تالتي لكن رد الرئيس الجمهوري بملاحظات انه مفترض يأخذ بها هل يعني هذا الجوز الانفراجي اللي يتفضلي فيه يعني يحمل فعلا أنا أستبعد حتى الآن بعدني عندي الموقف نفسه اللي احكينا انه بعد الرجل ينتظر كلمة او شيء يشجع على الاقدام وليس على الاحجاب يعني بها المعنى انه بده يغير اذا عم تقول اذا كنا عم نحكي عن كلام او كلام الرئيس رئيس الحزب تقدم الاشتراك انه يجيب ايضا في عقدة تانية اللي هي العقدة المارونية اللي عند القوات اللبنانية بتعرف احيانا بيقولوا نحنا مع يعني بخفيف و احيانا بيرجعوا بيتصلى وبتعرف القصة وفي عقدة تالتة اللي عم بيحاول الرئيس المكلف السنة ايه العقدة السنية انه يحاول دائما يأجلها أو على الأقل ما يضوع عليها وكأنها لم تكن بس هو الرئيس بري يمكن قال انه هو مستعد انه يحل هذه المشكلة اذا حلت كل العقدة الأخرى هو الرئيس بري بالأساس يعني طلب منه يداء دور معين بموضوع الدرزة لانه نتيجة علاقته الوطيدة والتاريخية مع النائب وليد جنبلاط راح لعنده مثل مصار معروف يعني الرئيس المكلف فكان قاله الجواب من عبد الرئيس بري انه يحلوا شوي العقدة المرونية ساعتا فيها نتشجع ونقدم على هذا كل المحاولات حتى يمكن متوقفة مجمدة يعني ما في شيء أبدا إلا هالكلمة تانية اللي عم تسمعيون انه الرئيس عائل وفيه الرئيس الحكومة مفترض يصير فيه شي جديد غير هيك ما في شيء بعد فيه معطيات والكلام اللي تفضلت فيه هو إيجابية أو المرونة اللي يعني يبديها النائب ولي الجمللات وانا قلت انه هاي المرونة مفترض تتكفى ما تكون يعني على الأقل دفاعا أو استيعابا فيه حملة انه انت عم تعيق الحكومة عم تعيق تشكيل الحكومة يعني وانت متهم بهذه القصة بصرف النظر عن مطلبك مين المتهم الرئيس الحزب تقدم النائب ولي الجمللات لا لا ما هو كله حد يتهم لأنه يعني ما يقال اليوم عن انه العهد مستهدف بهذا الموضوع وهذا موقف سياسي واضح لأطير الوطن الحر ورأي انه عرقلت العهد اليوم هل هي عرقلت العهد لأنه فيه اشتبك سياسي ويمكن انه يمر ولا انه هذه يعني هذا ما انه الا النظام اللبناني اللي دائما يولد أزمات وهذه المرة الأزمة هي أطاحت بالتسوية التي أوصلت على مدلش العنو ما حدا بعد ورئيس سعد الحديد رئاسة الحكومة وصار فيه انقسام على خلفية انه الموقع المسيحي الاول وانه ما في حدا معود انه يكون في حدا يقول لا او انه يطالب بحصة وازنة لا اليوم ما حدا بد يطلع من اي تفاهم حتى معراب اللي صابوا الندوب تعرفين صابوا مشاكل والتفاهم الرئاسي نفسه بعده سيري يعني كلا الطرفين سواء تيارة وطن الحر او تيارة مستقبل او حتى رئيس الحديد نفسه ما هم يجروا يقول انا طلعت منه او على اقل تخليت عنه او تحللت منه حتى يعني ما فيه ابدا لا الكل بعده عندما ويفو احنا قلنا انه ما حصل وانتي اشارتي الى انه ما حصل في مجلس انه بيدل على انه ما حدا بانه يطلع منه للرئيس المكلف وبالتالي وفقوله على سيد دار مثل ما عم تقولي حتى القوى اللي اعتادت الاعتراض والمعارضة اللي هي حزب الله ويفو فيه حدا راغب انه صار في حكومة بالبلد ما حدا راغب يضل بهاي المنطقة اللي عم تحكيها الرمادية الفراغية واللي حتى الحزب نفسه سمعت منه انه عم صارنا نشوف انه وكأنه فيه حدا من السعودية ما بدون إياه يرجع فيه استتباع لمسألة 24 تاني انه فيه حدا بده يبعده للرئيس الحرير من هاي الجهة فبالتالي هني بخافهم ليه من هو الرجل على الأقل هني مش عارفين يعني ما حدا عارف شو البديئ اللي عنده فيه ناس بيلي بدون شلال تعطيل المطلوب الآن ابقاء الوضع على ما هو عليه وفق لتعطيل العهد يعني لتعطيل العمى مش ضرورة يعني هلا يمكن انه ما بيحبوا كتير العهد يعني أو على الأقل ما بيحبوا ينجح هذا العهد بس بكل الحالات انه فيه بلد كله مصير بس هو فيه يكون فيه حكومة وفيه يعرقله بحكومة يعني يعني اقصد انه هون السؤال فيه حدا ما هو نعرف انه الحكومة هي ستجسد موازين القوى وهو انه يمنع على الفريق السياسي المسيحي اللي هو يمثله أتر وتنحل اللي هو حصل على عدد كبير من النواب أن يتمثل بحجم كبير بمجلس الوزراء لحتى ما يصير فيه خلال زبادك موازين القوى لحتى يظل في حدا قادر يتحكم بقرار مجلس الوزراء هل هذا هو جزء منه ما نحن حكيناها قلنا انه في حدا أخذ أكثرية بالانتخابات الأخيرة في حدا يعني بده ترجمها هالقصة بهدوء يعني بينا مع الرئيس الحرير رغم كل التقدم اللي أحرزناه على مستوى يعني هني بيقولوا عن سبعين أكتر يعني هني بيقولوا بثمينين يعني الأصوات اللي أخذها النائب إليه الفرز اللي بيسطر نائب ترأس مجلس النواب هذا بتاع فيه معشر كبير بس بشكل عام فيه حدا عام بيقول أنه يعني الرئيس الحريري أو على الأقل عنده طموح أنه ما تترجم هاي النتيجة بحكومة يعني جديدة بمعنى يكون فيها الأكثرية لفريق معين اللي هو الفريق اللي يأخذ الأكثرية والكلام اللي عم بيقوله التيار الوطني الحر وحزب الله وكل القوى أنه عم يترجمه فقط يعني نتيج الانتخابات مش أكثر ولا أقل نحن بنقبل فيها هاي النتيج بنقبل بمعيار واحد يطبق على كل القوى هذا اللي عم بنقال يعني طب العلاقات مع سوريا قبل ما يخلص وقتنا العلاقات مع سوريا أيضا موضوع شائق جدا بينما النائب وليت جملات بقول أنه عن وزراء وما عنده مانع يروحوا على سوريا وبالوقت التانية اللي بقول الرئيس سعد الحريري أنه يعترض بشدة على هذا الموضوع في ملفات حيوية في ملفات حيوية أمام لبنان اللي هو الناس حين علاقات الاقتصادية الممرات الاقتصادية ما في كف الرئيس سعد الحريري بهذا الاعتراض يعني إذا كان إذا بقي النائب فمعنى ذلك أنه سيبقى وحيدا أن الرئيس الحريري ويندم معد بمقدوره خصوصا إذا تشكلت الحكومة ويعني اتفاق إدلب إذا صحت أخذ طريقه نحو التنفيذ وانتهت القصة بسوريا بمعنى الوضع العسكري ما في عود يبقى لحاله صامد لأنه حشته ضعيفة وعندك مشكلة اسمها مشكلة النازح حين السوريين المليون أكتر شوي أقل شوي سوريا وشجعت القصة وفي مسألة المعبر اللي عم تحكي عنه معبر يا نصيب بالتالي أنه في مشكلة حيوية عند الناس ما في يضلوا ويف عند هذا الموقف ويقول أنا لا أخيري علما أنه كل الناس عم ترجع للسورية أنا مش عم بعمل دعاية لسوريا كل القوى عم تروح حتى الأمريكان حتى دولة الإمارات العربية نفسها حتى كل الدول فبتالي هذا الأمر أنا أعتقد أنه مؤقت وشعار أكثر مما هو يعني أمر واقعي وحقيقي يمكن الثبات عنده بس تشكى الحكومة لكل حادث حديث بس لكن ما بعدين هو مبرر كل هذا الاعتراض يعني سياق هذا المضوع اليوم نتذكر من سنة كان في خطاب لرئيس الجمهورية بالجمعية العمومية للأمم المتحدة كان في خطاب بوقت ركز على أزمات لبنان وتحديدا أزمة النزوح النزوح السنة كمان اليوم ننتظر خطاب الرئيس مشاعون أيضا سيعود ويركز يعني هيك مرشح على الأقل سيعود ويركز على أزمات لبنان وعلى ضرورة تحل هذه الأزمات لبنان البرد الأكبر الأكثر سبدا استقبالا لأنه تحين السوريين يعني رئيس الجمهورية هذه السنة كان خطاب مدوى هل تعتقد أن الحركة الدولية التي صارت ستؤدي يوما ما إلى تسوية يوما ما يعني أصدب بالأشهر المقبلة إلى تسوية تعيد النازحين إلى سوريا ويعني بصير في حل سياسي في سوريا يعني 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 نحن حقيقة أنا كل بيحكي عن هذا الموضوع إلمانيا روسيا صحيح صحيح ما هي المشكلة مش مهم نقول نحن مهم يعني مهم جدا ظلنا نطرق بسهر في وفد روسي أنا أقصد بهذا السنة فيه محاولات فيه 2018 شفنا حركات تحركات لكن مش كيف يعني بعد اللي رجعتهم قدرت رجعهم على سوريا بضع عشرات من الألاف هذا الأمر مش كيف فيه سياسي مفترض تتبع يعني صور فيه سياسي لبنانية موحدة حتى الآن ده بتلاحظي يعني حزب حزب الله والحزب وتيار الوطن الحر شكلوا يعني مكاتب ومؤسسات للمساعدة في عادة النازحين بالوقت اللي مسؤولين تيار المستقبل ومنهم وزير المرعبة إنه هاي هذه استعراضية ما بدو مش بيتجاوب مع وكانه فيه انقسام لبناني حيال هذا الموضوع أنت لحتى مشكلة من هالنوع بحاجة لقرار موحد بحاجة لحكومة بحاجة لسياسي ووزير دولي لسؤون اللاجئين كمان اي شو بديك تساوي هذا الموجود بالتركيب السياسي فبالتالي ما يقوم به الرئيس أمر ضروري وأمر يعني ملح لكن على من تقرأ مزاميرك يا ديود مسؤول هو عم بيحكوا نحن عم نحكي وكتار عم يحكوا إنه عم ما يعانيه لبنان شيء فوق الوصف البزير المرعبة قبل ما يخص وقتنا بس كمان كان لقى تصريح كتير ملفت إنه إنه أسبتكن يا مسحيين من عيد العدد في لبنان نرجع من يعني دائما هيدا هيدا النزعة دائما هي موجودة عند كل أزمة نظام عكل لكن صار هو برا هو بعده عم يحكي على الموجة الأديم نعم مش موجة أديمة هي دائما الموجة ولكن هي مش دائما علنية هاي هاي الكلام نحكي إذا بدك شبيه هذا الكلام تكرر بأزمات الماضية يعني اللي عاشها لبنان الآن لا في مرحل جديدة حتى الرئيس الحريري في واحد جديد فيه تقييم جديد لإله وأنه ما عد فيه يمكن يستمر بهذا بهذا النوع من الخطابات الشعبوية أعرف كيف والعنصرية إذا صح التعبير بس منهم يقول أنه لبنان رايح إلى هذا المكان يعني اليوم أو بكرة أو بعد بكرة لأنه دائما النظام هو مأزوم وعند كل استحقاق هو مأزوم ولأنه في واقع سيفرض نفسه يوما ما على النظام اللبناني لكن على الأقل نتائج الانتخابات مش هك تفاهم أو تفاهم المرم خائل مش هك فيه شيء فيه وقاعة جديدة بالبلد أنا حقيقة مش عم بعمل دعاي بقدر ما هو هذا واقع جديد يعني فيه واقع عكسة الانتخابات النيابية عندك مثلا أربعين بالمئة أو أكتر شوية من السنة في لبنان ما صوتوا للحرير صحيح فيه كتلة نواب سنة عشرة عشر نواب هاي بدونش يأخذوها بعين الاعتبار بدونش يشوفوها بس هاي بالواقع سياسي حتى عدد الأصوات اللي استحصل عليها نواب طيار المستقبل كانت لافتة جدا جدا من حيث تضاعلها من حيث تراجعها لا في واقع سياسي جديد هلا بلننطر شوي لتاهدأ الأمور يعني ترجع بمعنى تطبع الأوضاع ويستقروا الناس يعني على أمل شكرا شكرا لك شكرا لك شكرا لك معنا اليوم بحوال اليوم أهلا وزهلا فيك شكرا مشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء